الاتحاد الأفريقي أعلن التشكيل المثالي لمباريات الذهاب من دور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التشكيل المثالي ده ضم اتنين من لعابة النادي الأهلي هم الاتنين اللي أنا يمكن أشدت بيهم في الفترة الأخيرة بشكل كبير وخصوصا في ماتش سانداونز محمد شناوي حارس المرمى والمالي أليو ديانج لعب منتصف الملعب بعدما تقلقوا بشكل كبير جدا وكان لهم دور واضح الحقيقة مع فرقة النادي الأهلي قدام سانداونز الكلي نصيب الأسد يمكن كايزر شيفز بطل جنوب أفريقيا واللي وجه سينبا التنزاني وفاز 4-0 وكمان شباب بلوزداد الجزائري اللي مرشح إن شاء الله أنه يتخطى الترجل التونسي بعد ما فاز 2-0 التشكيل المثالي ضم 3 تعبين من كل فريق من 3 من بلوزداد و3 من كايزر شيفز حرس المرمى خلينا أقول لكم التشكيل الشناوي النادي الأهلي لحرس المرمى خط الدفاع يحيى عطية طلة من الوداد المغربي ميلود ربيعي من مولودية الجزائر إيريك ماتوهو من كايزر شيفز مختار بالخثير من شباب بلوزداد خط النص أليو تزانج لعب النادي الأهلي ومعايا يحيى جبران من الوداد المغربي وأمير سعيوت طبعا حضراتكم معارفينه من شباب بلوزداد أما خط الهجوم أو أحد أنا بشوف من أفضل المهاجمين اللي بيلعبوا في القارة الإفريقية مهاجم كايزر شيفز سمير نوركوفيتش وأرجو من حضراتكم الناس بتحب كرة تخشوا تفرجوا على اللعب ده والتابعوا ماتشاط كايزر شيفز لعب شديد الخطورة ولعب موهوب جدا معايا كمان زكريا دراوي من شباب بلوزداد ومعاياهم ليوناردو كاسترو من كايزر شيفز دي كانت تشكيلة الدور الأول من دور الزهاب في بطولة دولة الأبطال